اشتركوا في القناة وحلقتها الثالثة هو الاربعون بعد المائتين والتي تناقش كل ما يدور حول اللعبة الشعبية الانيقة كرة السلة محليا وإقليميا وعربيا ودوليا فالى الفقراء الاولى من حلقة اليوم اعزائي المشاهدين من حصادنا اليوم مغادرة المتخب السعودي الاول لكرة السلة مدينة جدة في بداية هذا الاسبوع متوجها الى معسكر خارجي في الاسكندرية للمشاركة في البطولة العربية الثانية والعشرون لمنتخبات كرة السلة والتي ستنطلق في القاهرة في الثامن والعشرون من شهر ديسمبر الحالي البطولة ستستمر عشرة ايام ولم تتضح الاحصائية الاخيرة لعدد المشاركين فيها ولكن المتخب السعودي قد يكون استعداده متأخرا بسبب عدم القرار النهائي للمشاركة الذي وصله متأخرا انضم الى المعسكر 14 لاعب سيتم تقليصهم الى 12 لاعب والاشراف الفني للمدرب البوسني منصور ونيطت مهمة مدير المتخب السعودي في هذه المرحلة للمدرب الوطني المعروف الاستاذ اسعد ابو جبل واداري المتخب المستمر هو الاستاذ حسين القلاف امنيتنا للمتخب السعودي في البطولة العربية تقديم مستوى مشرف ايضا من حصاد هذه الحلقة اعزائي المشاهدين تحقيق فريق الاهل المصري بطولة هي الاولى في تاريخه وهي بطولة الاندية الاثريقية لكرة السلة الاسبوع الماضي وذلك بصعوبة بالغة امام فريق انجولي هو فريق ليبلو الانجولي في المباراة الختامية وكان الفارق بسيط جدا هو اسكور واحد فقط 68-66 وقد اجتاز الاهل المصري مرحلة نصف النهائي لدور الاربعة بعد فوز ايضا صعب على منافسه الفريق كالو بيلازور النيجيري ونقول الف مبروك للفريق المصري تحقيقه هذا اللقب اعزائي المشاهدين منافسات السلة المحلية اختتمة الاسبوع الماضي اختتمة الجولة السادسة من الدور العام الممتاز لكرة السلة وجاءت النتائج الستة على النحو التالي فوز الاتحاد على الهلال 76-74 فوز النصر على السلام 79-70 فوز احد على العربي 84-57 فوز الانصار على الوحدة 82-53 فوز الفتح على النور 89-34 واخيرا فوز سهل الاهلي على النهضة بفارق 60 نقطة 107-47 اعزائي المشاهدين بعد انقضاء الجولة السابعة من السادسة من مباراية الدور العام الممتاز لكرة السلة اسفر الترتيب على النحو التالي الاتحاد ينفرد بالصدارة باعلى رصيد 12 نقطة المركزان الثاني والثالث يتساوى فيها الاهلي مع النصر برصيد 11 نقطة المركزان الرابع والخامس للانصاري واحد برصيد 10 نقاط المركزان السادس والسابع للفتح والهلال برصيد 8 نقاط ثم المراكز الثامن التاسع العاشر من نصيب الوحدة النهضة النور بسبع نقاط والحادي عشر ما قبل الاخير فريق السلام من العوامية بست نقاط وفي المركز الاخير العربي من عنيزة بخمس نقاط فقط الملاحظة هي ان فريق الفتح لم يلعب سوى اربع مباريات فقط وله مبارتان مؤجلتان في حالة كسبه لهما وهي سهلة بالنسبة للفتح سيعادل الاتحاد في صدارة الترتيب حيث لم يخسر الفتح ولم يخسر الاتحاد حتى الان ايضا اعزاء المشاهدين اعزاء الرياضيين اختتمت الاسبوع الماضي الجولة السادسة من منافسات الدوري العام لسلة الدرجة الاولى والتي يشارك فيها ايضا اثني عشر فريقا وجاء الترتيب على النحو التالي الصدارة للصفة والخوالدية بنفس الرصيد 11 نقطة المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس لفرق الهداية هجر الوطني الشروق بعشر نقاط المركز السابع والثامن للطرف والجبيل بنفس الرصيد تسع نقاط الروضة من الاحساء ينفرد بالمركز التاسع اما المركزين العاشر والحادي عشر من نصيب ابهى والترجي برصيد سبع نقاط والمركز الثاني عشر والاخير لفريق مضر من القطيف بست نقاط فقط دون اي كسب اعزاء المشاهدين اعزاء رياضين ايضا اختتمت الاسبوع الماضي مباريات المرحلة الثامنة من الدوري العام لشباب ممتاز كرة السلة تحت عشرين سنة واسفر الترتيب على النحو التالي المركز الاول وبدون منافس فريق احد من المدينة المنورة باعلى رصيد ستعشر نقطة ممتاز مباريات دون خسارة الوحدة ينفرد بالمركز الثاني بخمستعشر نقطة المركزان الثالث والرابع للانصار والاهلي برصيد اربعة عشر نقطة المركزان الخامس والسادس للنهضة والفتح باثنعشر نقطة النصر ينفرد بالمركز السابع بعشر نقاط ثم الثلاث مراكز الاخيرة الثامن التاسع العاشر بنفس الرصيد تسع نقاط للاتحاد والهلال والسلام اخيرا اعزائي المشاهدين ايضا اختتمت الاسبوع الماضي مباريات المرحلة التاسعة او الاسبوع التاسع من منافسات الدوري العام لناشئي الممتاز تحت ستة عشر سنة واسفر الترتيب على النحو التالي فريق مضر الذي يحتل فريقه الاول مؤخرة الدرجة الاولى ناشئيه يحتل صدارة الناشئين باعلى رصيد ستة عشر نقطة المركزان الثاني والثالث للفتح والهلال بخمسة عشر الرابع والخامس والسادس لفرق النور واحد والنهضة باربع عشر نقطة الصفة ينفرد بالمركز السابع بطلت عشر نقطة والاهلي ينفرد بالثامن باثنعشر نقطة الانصار فيما قبل الاخير بعشر نقاط والعاشر والاخير فريق الاتحاد من جدة بتسع نقاط دون اي كسب اعزاء المشاهدين فقرة السلة الدولية وماذا يحدث في اقوى دوري في العالم دور الرابط الوطني الامريكي لكورت السلة والذي انهى اسبوعه السابع مباريات على مستوى من القوة والمفاجآت وسقوط لبعض الكبار الصدارة لا تزال في المنطقة الشرقية لكليفلاند كابلييرز وفي الغرب لجولدن ستيت ويريز ماذا حرث الاسبوع الماضي معناك المعتاد الكابتن وليد رشوان ليخبرنا ما هي الاحداث المهمة للجولة بعد الاسبوع السابع حياك الله وليد حياك الله يا سيد سمعنا انه في سقوط للكبار نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا نتكلم كل اسبوع بيتغير ترتيب الفرق ليش لكثرة عدد المباريات اللي بتلعب كل فريق تقريبا يعني عدنا كل فريق هو بيلعب في الموسم كله بيلعب 82 مباراة 41 مباراة على ارضه 41 مباراة خارج ارضه بدون البلايوف بدون البلايوف طبعا اختلف ياخدوا ثمانية من الشرق وثمانية من الغرب ويلعبوا افضل المباريات احسن مباريات من سبعة مباراة و الى الان كل فريق الى الان كل فريق لعب من 23 الى 24 مباراة كان في مباراة في المنطقة الشرقية قوية لكليفلند كابليرز وليتورونتو رابترز اللي هو الاول والثاني خسر فيها المتصدر المتصدر كليفلند كابليرز ما في كبير في الانباة ابدا من منفز جريزليز من منفز من منفز كانت مباراة يعني بس نحن نذكر شي مهم انه لبرون ما لعب المباراة ديك اللي فضل انه يرتاح كان عنده صعبة طفيفة فضلنا مدرب انه يريحه قد كده تأثيره وليد تأثيره اكيد يعني لاعب يتخطى التلاتين نقطة الى اربعين نقطة تلاتين نقطة وفعلا غيابه اثر غير الريباند وغير الاسيست اللي بيه تمريغ الكورد هو الكورة الحاسمة ايضا فريق تورونتو رابترز خسر من فريق اطلانتا هوكس مفجأة نعم احنا تكلمنا اطلانتا هوكس من الفرق المستوى حقه تحسن كثير باستقطاب اللاعب السنتر اللي هو البيوت دويت هاورد كان يلعف هيوستن راكت ايوه وما اخذوه الان يعني هل تالت نادي الان تالت نادي الان هل يصبحوا اراكا هو نعم وبدأ مع اورلاندو نذكر احنا بداياته اورلاندو اورلاندو بعدين رحل لسانجرس ليكر في الظبط وبعدين رحل هيوستن راكت اذا هذا الرابع هذا الرابع اربع انديا اربع انديا ونحن معهم يعني عامل شغل طيب تورينتو مع اطلانتا هوكس اطلانتا واصطاع ان يفوز على تورينتو رابتر نذكر ايضا من خسائر اللي كانت اللي كليفلاند كافليرز على يد اطلانتا هوكس اذا اطلانتا نعم حاجز مركز جيد وقدام الفرق القوية بيلعب ولكن بعض المرات بيخسر ايامه امام الفرق الضعيفة بيكون غير موفق بعض المرات ويش ترتيبه في الشر هو ترتيبه الان في المرطقة الشرقية الان الخامس الاول كليفلاند الثاني تورونتو الثالث بوستن سلتيكس حسن كبير بوستن سلتيكس من الثامن الى الثالث من الثالث نعم فالنفوز فاز عنده اربع مبريات موكتالية ما عندهم نجوم يعني كبار سوفر سال لكن مجموعة شباب يلعبوا بمحاوية نعم عندهم مدرب واحدة ثانية سنة في الام بي اي كان يدرب قبل كده بوستن كاليج من الجامعات الأمريكية من جامعة بوستن وهذه الوثانية سنة مع فريق بوستن بعد بوستن من بعد بوستن عندنا شارلت هورنت برضو هذا من فرقة المخرى عام الماضي نعم عندهم من نجوم اللي عندهم استقطبوا اللي هو باتوم كان يلعب في بورتلاند تريد بليزر واتجه باتوم هذا لعب فرنسي فرنسي يلعب جناح مع كيمبا ووكر اللي هو فانع الععاب حقهم ونحن نذكر ان الفريق هذا يملكوا اللاعب الاسطورة مايكل جوردون مايكل جوردون لا زال يملك شارلت هورنت نعم نعم ما زال يملكه بعدين عندنا من واكي باكس مستوى جدا جيد من الفرق اللي لها يعني تأثير حيكون في البلاي اوفس يعني جدا صغار في السن عندهم لعبه يلعبوا بحيوية في مستوى متطور وعندهم لعب سوداني اسمه ثون مايكر اول سنة يدخل انبي عمره 18 سنة صغير جدا طوله من 2 و 17 ولكن تحت وما يسمونه تحت التطوير فممكن خلال سنتين ثلاث سنوات نشوفه كسوبرستار ان شاء الله بعدين في نويورك نيكس تحسن طبعا مستواهم انديانا بيسرز برضو مستواه في تحسن وشيكاغو بولز يعني عن مركز السابع الثامن في الوقت الحالي هذه الأضواء على حول الشرقية المنطقة الغربية هي الأقوى الجودن ستيت وريز ما زال الأول هل مستمر الأول على الغرب والمبئي كامل لأنه ما عنده غير أربعة هزائن فقط وكليفلان كليفلان عنده سبعة هزائن سبعة المركز الثاني سان انتونيو خمسة هزائن فقط المركز الثالث يتعادل فيه هيوسن راكتز ولوس أنجلس كليبرز متعادلين زي بعض الاثنين كلهم بواحد وعشرين فوز وسبعة هزائن فقط نحظ هذا نفس الركرد اللي هو حق كليفلاند كافليرس في المنطقة الشرقية نفس الشيء على المركز يعني لا جدال أنه الغرب هو الغرب هو الأقوى ماذا؟ بعدنا نجي لمنفس ويوتا أنا سمعت أنه منفس عمل مفاجأة مفازة فات على كليفلاند المباراة اللي فات فيها على كليفلاند هذه المفاجأة بس نوضح للجمهور أنه هذا من الغرب وده من الشرق نعم هم يلعبوا كل فريق من الشرق ومن الغرب يلعب مع من الفريق من المنطقة الأخرى مباراة وحدة على أرضه ومباراة وحدة خارج أرضه فهذه المباراة كانت لمنفس على أرضه اللي كليفلاند جاء ليعب عنده بعد كده حيروح كليفلاند يلعب عند كله ده دوري تمهيدي لسه كله دوري تمهيدي نعم وبعدين عندنا يوتا تحس مستواها متعادة تقريبا مع أكلهوما ثندرز اللي هو في وستبروك اللاعب الصانع للعاب وبعدين عندنا بورتلند وبعدين عندنا دنفر طبعا ليكز لسه ما زال لا زال اللايكز مثلا الثامن وراء تقريبا نعم الثامن تاسع في مباريات من العيار الثقيل جاية لسبوع القادم نذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة مباراة اللي هي الريماتش بين جولدن ستيت ووريورز وفريق كليفلاند كافليورز يعني من الشرق حيل العب مع الغلق المباراة نعم أول مع أول؟ الأول مع أول أول مع أول في يوم الرجازة الرسمية حقه كريسمس رايح جاي؟ حيل العب واحدة مبارا ومناسبتها إيه؟ وكلنا فريق يلعب مرة خارج أرضه وما لعب خارج داخل أرضه ومع الفرق الأخرى فهذه المباراة من ضمن المباريات اللي حتتلعب خارج أرض كليفلاند ولكن على أرض إذن هذه خمسة نجوم هذه هذه حتكون نعم حما حطينا في اليوم حما راح تتلعب بدري في توقيت المملكة أعتقد على الساعة 12 ونصف في الليل غريبا أنها مباراة 12 ونصف العادة أربع الفجر أربع الفجر وخمسة ونصف على مرة تبدأ المباراة فوقت جدا متعب وليد عني هذه الأخذ صورة لأبرز أحداث الغرب عزيز المشاهدين عزيز الرئيزين هذا ما سمح به وقت فقرة السلة الدولية في ختامها كل الشكر والتقدير لأزميل وليد رشوان على هذه الإضاحات ونتابع معكم ومعه هذه اللقطات الممتعة لأقوى دوري في العالم في أسبوعه السابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 العادة يصعد ويهبط فأدينا فرصة انه يعني الفريق اللي بيهبط مثلا يلعب الموسم ده يكون اربع تنافس بين اربع فرق يهبطوا فرق في المؤخرة يهبطوا منهم اثنين والاثنين التانين سيستفيدوا اضافة انه اتحنا في دور الدرجة الاولى انه يلعب لاحب اجنبي واحد لرفع مستوى اندية الدرجة الاولى الاندية الدرجة الاولى 12 فريق ايضا صعدوا بدل العشرة ساروا 12 طيب من ال 12 كم احد فيهم جاب اجنبي بالضبط ما عندي العدد قليل جدا عدد قليل لانهم يعني الفرصة متاحة اذا ميجيبوا من اللعيبة اللي موجودين داخل المملكة ممكن يعني فيه لعيبة سوريين لعبات منتخبات لعبين منتخب سوريين موجودين عندنا فيه لعيبة فلبنين على مستوى شفناهم الاندية كيف تتآخذ معهم يعني احنا ديناهم فرصة عندهم يطوروا اللعبة لانه حتى اللعيب اللي في النادي مفروض يستفيدوا الثلاثة المتصدرين في الدرجة الاولى قد يكونون الوحيدين اللي استعانوا بلعب اجنبي واحد قد يكون الثلاثة الفرقة الاولى في الاولى اللي اعتقد انها هي الصفاء والخيلدية ومعهم الوطني الوطني نعم هذا الثلاثة الفرقة انما السوادى الاعظم في الممتاز حتى اللي جابوا اجانب استاذ محمد بصراحة يعني بنسبة تسعين في المئة الاجانب اللي استقدموا في هذا الموسم كانت مستوياتهم من خمسين في المئة الى اسفل يعني المستوى العام حتى للاجانب للأسف كان سيء اكيد اكيد مستوى الاجانب يعني الموسم الماضي كان افضل بمراحل بمراحل وقبل عدة مواسم كان ايام شعمقاد وهذا كان مستوى الاجانب اجور من خمسة عشر الف الى عشرين الف يعني عندك مثلا نادي احد على اساس انا كنت اداري في نادي احد نادي احد كان جايبين لامين وسوري معروف بمبالغ يعني بسيط اربعلاف دولار وحقه يعني احد رجع لبطولة الدوري لما جابهم الاثنين لعبوا معه السوري جاكيتي والامين قوارا ايه الاثنين افرقوا معه فانت اللعيبة لا تختارهم بس حاليا اسعار اللعيبة اعلى من كده يعني في اندية يعني العام العربي كان جايب لعب اجنبي ب 1500 دولار يعني هذا يمكن اللعب الوطني يفضل منه ايه ايش يتوقع منه لاعب صحيح يعني هذي قولك هذي امكانياتي هجيب من فين رغم انه يعني العربي يعني ما نظرته نظرة استاذ محمد ما نظرته نظرة انه الاندية بتشكو ضائقات مالية غير عادية هذا المؤسر والله هو يعني عندك الاندية يعني اهتمامهم على القدم الفلوس كلها تسعة وتسعين في المئة وتسعة في العشرة لعبة واحدة كرة القدم طيب احنا ليه ما نجد اننا نتأقلم مع هذا المنظور القاصر خلينا نقول لادارة الاندية يعني على قل تقدير وهذا القرار في يدكم اني اقلسهم من اثنان الى واحد اصريتوا على بقاء الاجنب التالي وهذه كانت فكرة الشركة الرعية اللي غادرت اتحدث للموسم هي ما هي فكرة الشركة الرعية حتى الاندية ارسلنا لهم ارسلنا للاندية خطابات طلبنا منهم يعني انهم اجتمعوا معنا ويدونا مرعياتهم للموسم الحالي الموسم الحالي نعم نعم تمام فما يعني استجابوا لنا الا نادي الانصار لحاله والمهندس عبدالبديع لاري بس في اثنين من اثناش مو من اثناش لا ارسلنا لخبرة احنا يعني على اساس ادونا اراء فما استجابوا الا اثنين بس طيب هذه الاسبة الخانقة اللي ما بقت ولا ذرت فيه الاندية جميعهم بيقول لك ليس لدينا امكانيات الاستقدام اجانب او حتى الصرف على المحليين فالان الاندية على عاتقها وعلى زادة الاحمال بهذا الاجنب الثاني يعني حتى اللي بيجيب اجانب ونشوف قدامنا في المباريات بيسجلوا في حدود الخمسين الى ستين نقطة طيب انت حاليا في نقل تلفزيوني العام كان ما في نقل تلفزيوني هل النقل التلفزيوني لو فيه الاندية عندها تسويق ما يقدروا يجيبوا اعلانات على فنائلهم انهم يعني تقريبا اسبوعيا بتتنقل مباراة وممكن قدام مباراة الآن في كل اسبوع تتنقل مباراة فدحينا الكرة بملعب الاندية الاندية مفروض هم يجيبوا رعاة لهم على اساس يقدروا يعني مين اللي حيجيب مثلا من الـ 12 انا متأكد ما يزيدوا عن 3 الى 4 لا لا اكتر 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 يعني نادي المسيرة احترامي لهم واذا كان عندهم رائعي كان عندهم رائعي معنا اكتر من الاتصال باسباد المخرج استاذ بندر الاتصال الاول من مين الين نعرف اسم الضيف الدكتور مصطفى القبلي الدكتور مصطفى القبلي معنا مشرف كرة السلة بنادي اوحد العريق الو اذا ننتظر الاتصال اي ننتظر الاتصال من دكتور مصطفى درجع ابو ماجد بالنسبة للاجنب الثاني هو قضية القضايا انقصب الشارع السلاوي بين مؤيد ومعارض لهذا اللاعب الثاني ليس لمشاركته كلاعب نعم هو كالملح في الدور لكن التكاليف الباهظة لا تستطيع 95% من الاندية ان تتحمل هذه النفقات طبيعي طبيعي احنا طبعا هذا قرار اتخذنا مجلس الادارة بعد انه زي ما قلتلك طلبنا من الاندية ومن خبراء كرة السلة انه نجتمع على اساس الحط مرحيات للموسمة القادمة ما احد اجتمع فاذا شفنا انه الوضع مستوى اللعيب الاجانب الاندية بيجيبه بنفس المستوى اكيد هناخد قرار ثاني انه ارجع للاحب واحد الاستاذ بندر بيقول انه الاتصال جاهز دكتور مصطفى القوبلي الو حياك الله دكتور مصطفى كيف الحال شاكرين ومقدرين تعاونك الدائم معنا حياك الله وننفتخر بمشاركتك دكتور مصطفى وانت تشريف على واحد من ابرز الاندية السعودية في كرة السلة وتاريخ الحافل في البطولات معنا ضيف في البرنامج اليوم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة وخلينا نقول الوحدي من ناديكم الاستاذ محمد عبدالشكور اسلام وبيسمعك وبيسمعك وبيرحب حياك الله وبدور لا مسك الله بالخير أبو الله الله يمسيك بالنور الله حياك دكتور هو يقول الوحدي بس انا هو الان شوف الان هو محايد احنا جبنا الحقيقة بس الان من مصب والله لازم يكون محايد وبيحاول قدر الامكان استاذ مصطفى انت بتقول انه عندك سؤال تبقى توجه للسيد محمد اولا بسم الله الرحمن الرحيم هي سؤالين فضل السؤال الاول لابو ماجد حقوق الاندي من الشركة الراعية ومن ضمنها نادي احد تقريبا فضل 250 الاف الى الان لا حيات لمن تنادي هذا السؤال الاول نعم طب نجاوب عليه اول ابو ماجد ابو بدر ابو بدر نجاوب على السؤال الاول بعدين نسمع السؤال الثاني حبه 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 هذه الحقوق حقها تير عشان بس نسمع منه حقوق حققت ايش هذه حقوق للتوضيع الانديا مع الشركة الراعية التي تدفع 6000 دولار شهريا طيب النسبة على الاجابة من السيد محمد هو بالنسبة لنادي احد خمسة انديا وقعت مع الشركة من ضمن منادي احد الانصار الوحد اللهضة القاتية الاهلي والاتحاد والهلال امتنعوا الاساس عندهم رعاة وقعوا مع الشركة الشركة اظن التزمت معهم راتبين او ثلاث راتب ووقفت بعد كده الاجنبي الاجنبي ووقفت بعد كده طبعا هم منادي احد رفعين دعوة على الشركة وهذا من حقهم طب السؤال الشركة انت بتقول لي انها غادرت قبل فترة هي الشركة احنا برضو رفعنا دعوة على اساس المطالبة المالية هذا طلبناهم انه بالغا الحق لانه ما التزموا بسداد الدفعات المالية حتى لنا سؤاد محمد يعني ما في شرط جزائي بينكم وبينهم على اي اجراء في شرط جزائية بالنسبة بيننا وبينهم طلعوا وجلسوا مع الشركة حسب علمي يعني وانه رفع الشركة دعوة حتى موكلي محمد من المدينة دكتور مصطفى ايش ردك استمعت رد استاذ لا لا الكلام الكلام مواقعي ولكن قصد الاستحاد السلم لان مديرك عن طريقه يعني نتظن انه هو اللي يكون المدافع الاول اكيد باذن الله تعالى انه حقوقنا ما بيقول لك اشتكوا رسمي الى الجهة المختصة للمطالبة بحقوق الاندية ومنها الاندية وحقوق الاتحاد برضو وحقوق الاتحاد نفس يتحاد السلة اي نعم نعم هذا ما نتمنى يعني من اتحاد السلة انه يحاصر على حقوق الاندية ان شاء الله وبرضه يعني في العقد عندكم القضاء قدمنا شكو وموجودة ولكن لازم كمان الاستحاد السعودي يكون له دور في الموضوع طيب السؤال الثاني دكتور مصطفى السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة للبطولة العربية الان توظف الدوري حوالي الشهر تقريبا نعم من يتحمل الرواتب الزايدة لعبين جانب ومدرب ولعبين وطنيين والان دي اصلا ظروفة معروف سؤال جدا وجيه سؤال جدا وجيه تمام تسمع الاجابة استاذ مصطفى نتمنى ان الاتحاد السعودي بالنسبة للشهر هذا يساعد الاندي فيه طيب نستمع للاجابة استاذ محمد تفضل طبعا احنا بغطنا الدوري على اساس ان شاء الله ينتهي في نفس الوقت اللي هو مقرر ينتهي فيه الدوري طبعا هي ثلاثة اسابيع هتكون او اربع اسابيع هنلعب الان اثنين وجمعة اثنين وجمعة اثنين وجمعة هو بتكلم الدكتور مصطفى بتكلم انه الان ثلاثة اسابيع توقف من يتحمل معاشات الاجانب المدربين متعاقلين مع اللاعب الاجانب يوم الاخرى الموسم تمام اخرى الموسم حيكون كمثال يوم تسعة شعبان حينتهي الدوري ان شاء الله تسعة شعبان ما حيكون في تكلف على الاندية نفس الفترة طيب استد محمد يعني انتو عارفين انه هذا الموعد في البطول العربية للمنتخبات اللي حيشارك فيه المنتخب السعودي من فترة طويلة تمام لم تكن هناك نية للمشاركة كان فجأة بين يوم اقل من اسبوع صدر قرار بالمشاركة تمام انا قبل الجدول اختلط الموعد الطيران اللي حاجز عليها الاندية كلها اختلطت ايضا حجوزات الفنادق كلها اختلطت مشاكل كثيرة ترتبط على هذا المشاركة المفاجئة كانت البطولة قبل انطلاق الموسم تمام وكنا مشاركين فيها اللي حصل انه تأجلت البطولة وهذا اعتذرنا تمام ورسلنا اختاب الاتحاد العربي الاختاب الاتحاد المصري باعتذار عن المشاركة في البطولة نعم فاللو اسماعيل قرقاوي رئيس الاتحاد العربي معروف جخصية مرموقة محترمة ايه اتواصل مع الرئيس العام ووجهت توجهت انه نشارك في البطولة فشاركنا ترى احنا مشاركتنا في البطولة مفيدة لانه لنا فترة ما بنشارك فاي مشاركة خارجية المنتخب يلعب باي يعني هذا يعني اكيد انه حيكون في عايد على لعبنا انه محتقن اتضح كم منتخب للان يعني ما باقي اللي حوالي تقريبا نسبوع ونصف للان تمانية منتخبات تمانية منتخبات تمانية منتخبات اللي اكدت بكل تجرد من اي عواطف سيد محمد ما موقع المنتخب السعودي بنها دول الثماني فنيا والله يعني دول كتير سبقتنا معروف سبقتنا لكن احنا لو قفنا يعني خفنا من المشاركات على اساس موقعنا فين ولا ده ما هنتقدم هنفضل في نفس الموقع لانه قبل كده يعني فترة طويلة ونحن نحتزر عن اي بطولة وهذا ودي ضرتنا كتير ونحن لازم نشارك عندنا لعيبة يعني حاليا في المنتخب كم لعب اخذينه يعني من اللعيبة الشباب اللي اعمارهم 18 و 19 سنة كم الموهبة زجيته في تشكيلة جديدة والله حاليا في محمد السويلم اسامة برناوي اسامة اسامة ولد اسامة عبد الحليم برقاوي عفواني برقاوي اسامة عبد الحليم اسامة عبد الحليم يعني متوسط عمارهم يعني تعتبر ممتازة باذن الله ذا المنتخب ان شاء الله ان شاء الله انه نشارك فيه بجاكرتا باذن الله تعالى بجاكرتا اللي هي البطولة الاساوية البطولة الاساوية بجاكرتا طيب سؤال اول شي طبعا نتقدم الشكل للتقدير للدكتور مصطفى على مداخلته وسؤاله بدي اسألك سيد محمد حول الشح هذه المواهب يعني كل المفروض في السنة الواحدة تظهرنا لا اقل من ثلاثة الى اربع مواهب انا بتكلم علي 12 نادي يعني لنا اليوم خمسة سنوات ما ظهرت غير موهبتين بالكثير والله بالاكس في الفترة الاخيرة ظهر اكتر من لاعب مين غير مرزوق انا بتكلم عن خلاص السنتين الى ثلاثة سنوات الماضية لا مرزوق ما شاء الله له كم سنة بارز يعني هذه التالتة هذه التالتة كنجم كبير هذه التالتة تمام بس وين المواهب في لعيبة في منتخب الناشئين منتخب الشباب ان شاء الله قريب قريب مرة انه حيكونوا في المنتخب الاول هل يعني لهم بصمة الان في المشاركة مع الفريق الاول في الدور المبتاز ما ما تقدر يعني انا بديك اصلا انه مرزوق يعني في مستوى مرزوق ما اعتقد انه في عندك اسامة اسامة برقاوي اسامة اسامة له فارق مع نادي تمام محمد عبدالعزيز برضو يعني السنة كان اول لعب قبل ثلاثة سنوات في الانصار وكان قدم مستوى جيد بعدين اتوظف في ينبع تمام بعد السنوية الهام اتوظف في ينبع دائما بعد السنوية انتقال ورجع مرة ثانية للمدينة ده برضو من اللعب باذن الله تعالى انه حيكونوا من اللعب الميزين في عندك عبدالعزيز العلاوي في احد عندك اسوالم عندك اكتر من لاعب في نادي الهلال من اصحاب القامات الطويلة انا بدي اسأل الان عن القامات يعني ايضا كمان خمسة الى ستة سنوات لم نرى اي قامة عد السوالم قامة تعد المترين طبعا الا في القليل النادر ما شاء الله المملكة بطولها وعرضها وكثرة انديتها منتخبنا ما في غير اثنين لعد المترين قليل جدا طبيعي اكيد انه قليل قليل جدا بس حاليا يعني فيه لعيبة يعني فيهم اما في نادي الهلال بالذات عنده تقريبا اربع لعيبة اطوالهم فوق المترين تقريبا وان شاء الله دول يعني هم امل رغم انه يعني شؤال منطقة منطقة الرياض او المنطقة الوسطى يعني عادة اللعيبة ما يجو طوال القامة طوال القامة وبالذات يعني شعبية اللعبة حتى في المنطقة الوسطى للأسف انها ضعيفة السيد محمد طوال القريات الاستاذ خالد ارويلي بيحب ان نوجه لك سؤال الو مهلا مساء الخير حياك الله اصد خالد مساء الخير يا استاذ رهيب وين الغيبة الطويلة والله خلاص بعد ما المسيرة القريات حاليا هو تغير اسم النادي من المسيرة الى القريات صحيح صحيح انا اتشعى الجميع ضيوفك والله الاستاذ محمد على شكور زمان عنك المحمد اسلام الرئيس الاتحاد السعودي اللي كنت انت علي وصلوا سبوع الماضي اتصلت خصيصا عشان حبيت انك توجه سؤال مباشر ليس الاتحاد السعودي كنت سلت فضل والله هو سؤال الاتحاد السلة وسؤال عام يعني انا اشوف ادارات الاندي هي اللي تتحكم بالالعاب فانا اوجه السؤال لستاذ اسلام وين اتحاد السلة من شطب السلة بالقريات يعني كان الفريق منافس جلس ست سنوات بالممتاز قدم السلوات كويسة هزم فرق لها باعم السلة زي الهلال نصر الفتح النهضة القادسية نعم فاتحاد السلة انا ما شفت انه اتحرك على موضوع شطب سلة المسيرة لا من هذا انه ابدأ حتى رأي فيها يعني ان شطبته وهو اتحاد السلة فحنا لنا عمل باتحاد السلة انه يهتم بالالعاب هذه فلو وجه سؤال لماذا الشطب هيقول لك طبعا النادي ضروف مادية انا عارف ضروف مادية بس ما هو للدرجة هذه انه كل من استلم رئاسة نادي او ادارة تشطب وتسوي يعني هذا موجه للرئاسة العامة لأت الشباب عامة استاذ خالد استاذ خالد الرويلي تسمع الاجابة الان خليك معنا سؤاله بيقول انه شخص واحد ويخصد رئيس النادي شخص واحد بعد تاريخ حافل في الممتاز للمسيرة ست سنوات غلب فيها نصف ودخل فيه اللخبة تواصل مع ادارة نادي القريات حاليا المسيرة سابقا انه كيف يشطب فريق كان له بصمة في الدور الممتاز طبعا احنا تواصلنا مع معظم الاندي اللي ألغت اللعبة طبعا احنا ما فقدنا المسيرة الحال أو القريعة القريعة بتلغي الألعاب يعني ليش ألغى فريق مثلا القدسية أو الخليج كرة السلة لأنه ما كان عنده قاعدة وعشان المبالغ المالية صعد الفريقين لممتاز القدم أيوة 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 ركزوا اهتمامهم على القدم و هذا رغم أنه فريق القدسية قدم نجوم كثير والخليج أيضا القدم نجوم كثير والمسيرة فقدناه في المنطقة الشمالية كان النادي الوحيد في المنطقة الشمالية يعني كان يتمنى استمراره لكن للأسر ما حصل بينكم بين الإدارات اللي شطبت أي اتصال والله حصل وحتى يعني كان زي الخليج وزي القدسية حاولوا يحتفظوا في اللعيبة فرفعنا للرئيس العام أنه اللعيبة يلعبوا في أي نادي مجرد ما يلغوا يعني يلغوا اللعبة عندهم يصير توقيعهم حر حتى يقدروا يروحوا لأي نادي لا استمروا على نشاطه ايه هم حالي النظام للعام الماضي كان مجرد ما تلغي اللعبة اللعبة يستمروا معاك لمدة سنة إذا فكرت حيدا اللعبة يستمر يرجع أما صدر قرار أعتقد أنه خلاص مجرد ما هذا تنحل اللعبة ويتوزعوا للأنديا على أساس يروحوا للأنديا ببلاش يصيروا وهذا نفس الحكاية اللي حصلت للمسينا إذن المشكلة مادية صرفها مادية 100% والأنديا للأسف هي صاحبة القرار ما هو الاتحاد يعني الاتحاد يحاول أنه يعني نبغى في كل منطقة من مناطق المملكة هو الفريق الوحيد اللي كان يمسل من المنطقة الشمالية وفريق المسيرة القرق 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 طبيعيا الوطن يطلع في الدرجة الأولى من المنطقة الشمالية ها صدر خالد هذه كانت إجابة لأستاذ محمد بيقولك أنه الإدارات مقتنعة أنه المشكلة مالية صرفها أنا عارف أستاذ وحيد أنه فيه سؤال ثاني أفضل بس بس أضيف شيء واحد الأستاذ خالد من الناس إلا دعموا اللعبة هو الأسس اللعبة أسس اللعبة ودعم اللعبة وده في الأخير يعني اطلقت اللعبة وهو ما قدر يسأل شيء لأنه رئيس النادي قرر الغيام وأيضا ما في أي قاعدة لها أستاذ محمد لا شباب ولا نشئين بسنوات طويلة وكانوا أكثر من 95% من الأنديا الأخرى السؤال لك الثاني بسرعة أستاذ خالد السؤال الثاني عن عنديا المنطقة الشمالية طبعا سلة ما فيها بجسما يعني أنا أجيب خمس لعيبة أو أدفهم بالمنعب أين دور حتى الحكم بالموضوع هذا يجب أن يشوف أنه خمس لعيبة بس أشان يعانى المنطقة الشمالية بالمرة أنا عندي بالمرة الحاجة الساسعة اللي أطلب من اتحاد السلة أنه كل نعدي مصنف لازم يفرض عليه يكون مدرب موجود ما هو يعني مدرب قاعدة يعني كل واحد مصنف قاعدة لازم يكون عنده مدرب قاعدة يعني على أقل تقدير أني أهتم بالطبقة السنية حتى لو ما كان عندي بريق أول صحيح صحيح أسمع أسمع أستاذ خالد أسمع بالنسبة لده الموضوع فيه توجهات من الرئيس العام تمام أنه يعني بدل ما نصرف على مثلا حاليا نحن السلة تقريبا أربع وخمسين نادي تجيون معنا أنه حيكون النادي المهتم في اللعبة عنده قاعدة وعنده الصرف اللعبة هو اللي حنصرف عليه حتى يصير الصرف يعني الأندية تجيون مبالغ أعلى من الأول فيه لعيبة عندي في حايل الأندية في القصيم أندي في المنطقة الشمالية في الجنوب ولا أشيء ما عندهم ولا قدموا أي شيء للعبة لليوم ده ما قدموا لاعب لمنتخب هذا الصحي ألف شكر أستاذ خالد على مشاركتك ألف شكر الله يوفقك وسلم على الجميع أستاذ محمد إسلام رئيس الاتحالة السعودي اللي كنت تستل هذا سؤال يعني وصاني أن أسألك هو الزميل الإعلامي الصحفي رفيق المشوار سامي المغامسي من جريدة عكاز هو الآن في رحلة بالطائرة ما استطعنا أن نتواصل معه إذا يعرف حديث الأسبوع الماضي تعيين مدير تنفيذي للاتحالة السعودي للكلت السلة هو أصلاً مدير تنفيذي للاتحالة الطائرة شخصية أعتقد أنه اسمه عالي المسرح إيش حكاية عن المسرح والخلافة الدائرة الآن حولوا في استمراره مع اتحاد السلة أو العكس لا لا هو المهندس علي المسرح من الكفاءات الوطنية قدم شغل في اتحاد الطائرة تمام طبعاً عرضوا علي اللجنة الأولمبية فكانت الموافقة أنه يتعين على أساس أنه الميزانيات وهذا أنه يساعدنا في وضعها رغم أنه يعني وضعنا ميزانيات وضعنا خطط وضعنا هذا بس قاله يعني كان السيد عبد الرحمن في إجازة اللي هو أمين الصندوق في الاتحاد الساد عبد الرحمن مسعد في إجازة فحطت الميزانيات حطت المبالغ المعسكرات للمنتخب فما كانت يعني إلا تلبي الطموحات أنه ممكن إحنا نوصل لكاس آسيا في جاكرتا بقوة تمام فعادنا لهذا لأنه حتى في بداية الفترة الجديدة لابد يكون فيه مدير تنفيذي للاتحاد فإحنا قلنا نرتب أوراقنا قبل بداية الموسم كان فيه اجتماع لمجلس الإدارة أظن الاجتماع رقم 12 قررنا فيه أنه نأجل الموضوع ده لنهاية الموسم أنه يجوا أخوان الاتحاد الجديد أو هذا يمسكوا هذا هم يعينوا لكن أنا أشوف أنه ما فيه أي ازدواجية أنه يكون يشتغل في اتحاد الطائرة أو اتحاد لا سنستمر في هذا الموضوع لأنه موضوع جدا حساس كان حديث الساعة الأسبوع الماضي بس اتصال الأخير أستاذ محمد نسمع أيضا رأي المنطقة الشرقية نادي من المنطقة الشرقية معروف تاريخ حاف الفكرت السلة أستاذ محمد الغامدي عضو شرف النادي وأحد الأسماء البارزة في المنطقة الشرقية في نادي النهضة ألو ألو مرحبا حياك الله حياك الله أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك أستاذ وهي ألف شكر ألف شكر أستاذ محمد على تجاوبك معنا الله يسلم خليل شرف طال عمرك أن يكون معاكم هذه تلبية لدعوتك أنك تحاول تتصل بالأستاذ محمد وتسأل أسؤال والأستاذ محمد الآن بيسمعك وجاهز تفضل كيف عارك أستاذ محمد وتسعيد الناس مع صوتك وتصوت واحد من خبراء كرة السلة في المنطقة الشرقية والله يشرفنا نتكلم مع الأستاذ محمد الغالب تفضل أستاذ محمد أول شيء أود أن أرحب بالأستاذ محمد السلام رئيس الاتحاد وبأمانة أشيد بخطوات النجاح التي شهدها أهدا في كرة السلة أنا كنت فترة غايب لكن بحقيقة اتفاع المستوى الآن المنتخبات السنية واستفاع مستوى الدوري عن السابق والفترات الماضية دليل على نجاح الأستاذ محمد وباقي عظام الجسر إدارة في تطوير اللعب والله يوفيكم هذه شهادة أفتخر فيها من خبير زيك أستاذ محمد والله أقولها وسؤالك أستاذ محمد سؤالك السؤالي هو الحقيقة طبعا بخبرة الأستاذ محمد ما هي المعوقات التي وقضت تمام الاتحاد لتفعيل استثمار السلاوي خاصة أنه يعني اللعبة كرة السلاوي لعبة شعبية يعني ممكن تتحول إلى لعبة جماهلية تفعيل الاستثمار لإتحاد اللعبة يا محمد أو للأندية هو لو إتحاد اللعبة يكون للأندية بالتالي أنا طبعا كانت عندي رؤية محددة تشابه الرؤية التي أطلقها السمو ولي ولي العهد 20-30 يكون عند كرة السلاوي رؤية نفس الشي مشابهة خاصة أن الخصصة يمكن تلقي بظلالة على كرة السلاوي ستتوجه لأندية 100% لقرة القدم كنت توجهت وشبعت مو شاعة تتوجه كنت توجهت أنه يعني طيب نسبة على الإجابة أستاذ محمد نسبة على الإجابة بالنسبة للاستثمار أستاذ محمد إحنا طبعا كنا تعاقدنا مع شركة وكان يعني العقد يعني عقد استراتيجي وكان يعني مفروض نكون حاليا في منطقة تانية غير اللي إحنا فيها يعني الأستاذ محمد شايف أنه فيه تطوير بس أنا كان يعني أنه مفروض نكون وصلنا أفضل من كده بكثير خاصة أنه كان في العقد أنه نرسل عشرة لاعبين لأمريكا نعم كل نهاية موسم من اللعيب الشباب نعم معسكرات تدريب نعم في الصيف لأنهم ما يكونوا طلاب في الصيف معسكرات تدريبية وده كان فيه حاجات كثير في هذا لكن للأسف النقلة التلفزيوني المشكلة اللي كانت واقعة وانتهت الحمد لله هي كانت عايق من العوايق وحاليا يعني يعني احنا عندنا فيه شركة بإذن الله تعالى أنه نوقع معها بس ننتهي من الشركة اللي احنا معها نوقع معها وبإذن الله تعالى حيكون يعني مبلغ يعني مميز ما حصل قبل كده انت قلت لأنه انتهت علاقتكم بالشركة الماضية يا سبحانه ايه انتهت بس قانونيا تنتهي كمان قانونيا لسه ما انتهت احنا احنا رسلنا لهم خطابة لغينا العقد بس على اساس ان ننتهي نكون في وضع سليم قبل ما نوقع عقد مع اي شركة تمام فلو وقعنا العقد بإذن الله تعالى الانديا حتستفيد ماديا لأنه العقد بإذن الله تعالى انه يعني العقدة الجديد الجديد ما حصل قبل كده عاصد محمد ايش تعليقك الوقت ادركنا الوقت ادركنا تعليقك الله وليهمك حقيقة اذا تم العقد هذا فهذه من من الايجابيات اللي تحسب لإدارة الاخ محمد وبصراحة اذا تمت احنا نعاني في الانديا معاناة لا يعلم فيها إلا الله والله نعرف اصد محمد المعاناة وبالذات اندياة المنطقة الشرقية والقصيم تعاني معاناة يعني جدا 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 سيئة من الجانب المادي ان شاء الله انه يتنفذ حلمه لستاذ محمد والله يوفق ان شاء الله وسواء ان استمر وبقى في كرة سلة فهو ترك بصمة صراحة نعم نعم يكفينا تعامل اصد محمد تعامل الراقي معنا شكرا شكرا ألف شكرا ألف شكرا ألف شكرا ألف شكرا على متاحة المجالين شكرا جزيلا الله يسلم أصد محمد الموضوع بالبنسب المهندس علي المسرحي والله انه يعني الجميع يسأل هل شخص واحد يدير اتحادين لا هو ما يدير اتحادين وبعدين هو يعني برجاء حيرجع لي وارجع لمجلس الإدارة هذا يعني إدارة كاملة لا حيرجع لي أنا وأنا أرجع لمجلس أستاذ محمد أستاذ محمد فضل هل يعني أول شيء الاسم غريب على السلويين علي المسرحي والله أنا شخصيا ما أعرف ولكن يعني ما موضع في هذا المنصف إلا أنه شخصي يعني مسلسل الساحل إداري إداري سؤال هل خلفية عن كرة السلة والاتصالات مع العالم كله متوفرة أنه يضع لنا طريق لا 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 نرتقي من خلال وخلال فترة وجيزة من الأوضاع المتراجعة اللي إحنا فيها شوف شوف مو شرط أنه يكون هو يعني حيقسم مجهوده ووقته بين اتحاد الطائرة واتحاد السلة لا لا هو مكلف لفترة ثلاثة شهور فقط لاتحاد السلة فقط لاتحاد السلة مكلف ثلاثة شهور فقط ثلاثة شهور فقط وبعد ثلاثة شهور بإذن الله سيكون من أبناء السلة بإذن الله تعالى إحنا لو كان يعني أردنا أسماء يعني زي الأستاذ فريد زاهد تكلمت مع الأساس يمسك هذا بس أشغاله وما يقدر يعيش في الرياضة لأنه يكون متفرع يعني نبغى واحد يكون بيدال مستوى لأنه يمسك كرة السلة حيفرك طيب أنا سمعت أنه كان في خلاف داخل مجلس جدارة المتحاد السلة حول قبول مشاركة المهندس علي مزرحي يعني أنت الوحيد من كله كنت مأيد لكن السوعدة الأعظم من الاتحاد كان معارض لا بس هو لا يعين مدير تنفيذي أو أمين عام الرئيس العام الرئيس الرئيس العام الرئيس الاتحاد طيب الرئيس العام يعني رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد السلة والآن وصلت الحل لا ما في خلاف هو ما في خلاف لأنه هو لفترة محددة فترة ثلاثة شهور وده يعني ما هو أكتر من كده يعني مثلا مهام هو مهام الأمين العام تقريبا مهام الأمين العام زيادة عنها حتى في التوظيف طب ما في أمين عام في الاتحاد اللي هو الأستاذ عبدالله الأشعر ما هو متفرغ أبو أحمد وأبو أحمد إن شاء الله إن شاء الله ممكن هو يأخذ المنصب ده اللي هو المدير تنفيذي مدير تنفيذي مدير تنفيذي بعد التشهر طيب أستاذ محمد ممكن يعني بإذن الله تعالى لأنه أنا ما أشوف إنه في أفضل منه في الوقت الحالي إن يمسك المكان لأنه ابن السلة وفترات طويلة وإداري وناجح وخبير في كرة السلة ومن جميع النواحي أستاذ محمد ذكرت لي إنه أنت في لجنة تقليص الأندية في الهيئة العامة للرياضة إيش فكرة تقليص الأندية أنت الآن بتقول إحنا نبغى مشاركة أكثر كيف الآن يقلص الأندية هو هو موضع تقليص الأندية بذلك المعنى الأندية التي تنافس الأندية التي توجهت الأمير إنه في كل قرية أو كل مدينة إنه ما تبعد مسافة يعني مسافة محددة إلا في مركز لكرة السلة لكرة يد لكرة الطائرة في طبقات سنية أو الأكبار كبار طبقات سنية ما بالنسبة للأندية ما في تقليص لها يعني بالصورة يعني قلنا تقليص عشان النبقات في التوزيع تكون أقل هذا بالنسبة للأندية المنافسة لأنه ستكون في أندية منافسة وأندية مشاركة بالضبط فالأندية المنافسة يعني إحنا همنا عندك الإنبياء كم نادي كثير 36 نادي تقريبا 36 نادي لا يقارن الإنبياء بأي دولة أخرى 36 نادي فقط عنده الإنبياء ولا في صعود ولا في هبوط بس إحنا طبعا ما وصلنا للدرجة دين ونكون زي الإنبياء بس إده يعني توجهات إده بإذن الله على المبالغ التي نصرف وإلا نقدر نطور فيها كرة السلة تكون على الأندية اللفع لنشغال في كرة السلة أعزاء المشاهدين أعزاء رياضين هذا ما سمح به وقت حلقة اليوم في ختامها كل الشكر والتقدير لرئيس الاتحار السعودي لكرة السلة الأستاذ محمد عبدالشكور الإسلام ألف شكر أبو ماجد على حضورك أشكر واجب وأنا أشكركم على الصدافة وكانت أسئلة حلوة التواصل إن شاء الله سيستمر على بغية الموسم أيضا أعزاء المشاهدين شكر آخر موصول لكم على طيب المتابعة الملتقى إن شاء الله الأسبوع القادم مع الحلقة الرابعة والأربعون بعد المائتين دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة